تقوية لحجم المبادلات التجارية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والسينيغال والبلدان الافريقية الاخرى تم اطلاق اول رحلة تجارية بحرية منتظمة تدوم 25 يوما لنقل البضائع بين الجزائر ودكار مرورا بميناء جنجن بولاية جيجن اعادة بحث الاسطول البحري الوطني عن طريق تعزيز وتكتيف مختلف المبادلات والتعاملات التجارية لا سيما مع دول الجوار وتشجيع الصادرات خارج المحروقات ستتم هذه الرحلة البحرية بواسطة باخرة من الشركة الوطنية للنقل البحري كنانماد اول رحلة بحرية تجارية الى العاصمة السينيغالية دكار كانت عبر السفينة قورايا محملة بثمانية الف طن موزعة بين عدة مواد على غرار الادوية والسيراميك والاسمنتي الابيض جن دكار هو عبارة عن قرار سياسي لسيد رئيس الجمهورية اتبعته في نجاعته الاقتصادية والدلل على ذلك انو خلال الرحلة الأولى بهذا الخط تم شحن اكتار من خمسة وثمانية بالمئة من طاقت السعاب هاتي البحرية اطلاق الخط البحري الجديد الرابط بين الجزائر والدكار وقبله الخط البحري الجزائر العاصمة الموريطانية نواكشوت يدخلان ضمن استراتيجية الدولة الجزائرية للولوج الى الاسواق الافريقية وتأزيز التبادلات التجارية بين دول القارة السمراء